بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا برقاسمي محمد الله صلي على محمد وعلي محمد وعلى الهدات المعامين من أهل بيتها الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين في قوله تعالى ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين جملة من المعاني والمفاهيم ومناهج العمل التي يجب علينا أن ننتبه إليها وقد سبق لي أن أشرت في محاضرات متعددة إلى أن القرآن الكريم حينما يستخدم فعلا إلهيا يرتبط بطبيعة المجتمعات البشرية إنما يريد من البشر أن يكونوا هم المنفذين لهذا الفعل حينما يقول ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا في الأرض هذا المن ما هي آلياته من الذي يحققه بأي طريقة يتحقق هنا البشر الأمة الحراك القرآني الاجتماعي يشير إلى مسؤولية جماعية واجتماعية على الناس في أن يساهموا في إيجاد حالة المن الإلهي واعتبار إرادتهم هي من جملة الآليات والأسباب التي تنفذ هذا الفعل وتجسده في الواقع التاريخي إذا هذه الآية الكريمة والتي تشير ضمن ما تشير إليه إلى أن الخاتمة البشرية إنما ستكون على المجتمع الوارث على خلاف ما يذهب إليه مخالفي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلام عليهم حينما يدعون بأن القيامة ستقوم على أشرار الناس يشير القرآن الكريم إلى أن الله سيرث الأرض ومن عليها وهذا الإرث الذي يرثه جل وعلا ليس بعنوان وقوع يوم القيامة لأن يوم القيامة متأخر عن وجود البشر في داخل الكرة الأرضية أو في داخل الكون في أي مكان كانوا لكن هنا هذه الوراثة والتي يشير إلى أن الذين استضعفوا هم الذين سيحققون هذا الأمر يشير إلى أن مآل المسار في عملية الهداية الربانية ينتهي إلى أن المجتمع الذي سيلي الأرض هو مجتمع المستضعفين وهو الذي سيرث هذه الأرض وقد أشرت إلى أن القوم يختلفون معنا أو نحن نختلف معهم في هذه الخصوصية هم يرون بأن البشرية في عهد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ستشهد جانبا من جوانب العودة إلى الله سبحانه وتعالى ولكن هذه البشرية ستنحرك من بعد ذلك وسوف ينتهي الأمر إلى أن الضلال البشرية سيكون هو المهيمن على البشرية أجمع بينما الوعد الإلهي الوعد القرآني الوعد النبوي يشير إلى أن الأرض ستمتلع بالظلم والجور ولكن البديل الإلهي يسقط الظلم والجور ويحوله إلى القسط والعدل ما يشار هنا في قضية الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا يشير إلى نفس مدلول هذه الآية الكريمة في أنه الله سبحانه وتعالى في وسائل وآليات عملية الهدى الرباني جعل نهايتها عند الذين استضعفوا في الأرض وهؤلاء سوف يكونون هم الأئمة على الأرض وهم المجتمع الذي سيرثوا هذه الأرض مشكلة الأطراف الأخرى أنها حولت قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى قصة رجل عابر في التاريخ بينما في مشروع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وهو مشروع الله جل وعلا مشروع الإمام المهدي هو حلقة ضمن سلسلة هذه السلسلة لن تنتهي ولن تنتهي بهذا المعيار أن الله سبحانه وتعالى عبر الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه سيجسد مقولته بإكمال الدين وإتمام النعمة ويأس الذين كفروا من دينه كل الوعود التي أطلقت في يوم الغدير والتي حالت الأمة دون تحققها نتيجة لنكوسها نتيجة لقدلانها نتيجة لانقلابها على الأعقاب سمها ما تسمها هذا المشروع لم ينتهي بانتهاء تلك الفترة لأن هذا المشروع مقيد بقيد وهو أن هذا المشروع إن لم يتحقق كأن الرسالة لم تتحقق فما بلغت رسالته هذا الأمر سوف يبقى وسيبقى يستمر هل يأترى أن الله سبحانه وتعالى حينما يريد هذه الإرادة لها يوم تتحقق به أم أن هذه الإرادة تحقق خلال يومين سانتين عقديا من الزمن ثم ينتهي كل شيء ويعود الشيطان هو المسيطر والله سبحانه وتعالى ودينه سوف يكون هو المقذول وما إلى مفاد الآية الكريمة اليوم يأسى الذين كفروا من دينكم يشير إلى أن كل هذه العوامل ستسقط والذي سينجح في النتيجة هو الذي ينتخب الطريق الإلهي وأن يقول الله سبحانه وتعالى أو أن يصف هذا الأمر بعنوانه المنة الربانية على المجتمع البشري وعلى التأريخ البشري هذه المنة لا يمكن أن تعطى ثم تسترد وإنما هي منة كاملة حتى يمكن للبشرية أن تقام عليها الحجة في هذا المجال عندئذ سوف تكون النهاية التأريخية لهذا العصر البشري إنما تكون على أبرار الناس وعلى انتشار الهدى وانتشار العمل بالهدي الرباني على عموم البسيطة وأعود وأقول على خلاف ما يتصوره مخالفي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وهؤلاء حينما حولوا الإمام المهدي وهو مقولة الرسول الأعظم بمعنى يعني الرسول حينما قال بأنه لا بد لرجل من ولد فاطمة أن يملأ الأرض قسطا وعدلا هذه اللابدية أو هذه الضرورة التي يشير إليها الرسول صلى الله عليه وآله هل يشير إلى مرحلة زمانية ثم ينقضي كل شيء أم أن هذه القضية سوف يجب أن تستمر وتكون النهاية عندها ودليل الآية واضح جدا بأن النهاية ستكون عند مشروع هذا الرجل المشكلة حينما حول القضية إلى رجل عند ذلك الرجل سيموت وحينما يموت من الذي سيحل في مكانه هنا تأتي مشكلة ما بيننا وبينهم هم يرفضونها تماما مع أنهم يؤمنون بها شو يلتفتوا لي يرفضونها تماما بل يعدون من يؤمن بهذه القضية التي سأشير إليها من الذين يخرجون من الدين لكن في نفس الوقت هم يؤمنون بهذه القضية ويروجون لها في عين أنهم يرفضونها عندنا نحن نسميها بالرجعة وهم يسمونها بعودة السيد المسيح عودة السيد المسيح ما هو الفرق بينها وبين أن يعود من يعود من الذين أماتهم الله سبحانه وتعالى ما هو الفرق؟ المستوى العقائدي على المستوى التأريقي ما إلى ذلك لا يوجد أي فرق فلماذا باء السيد المسيح عليه السلام تجر وإن كان رجعت أئمة الهدى وكرتهم واحدا من بعد الآخر من بعد أداء الإمام المهدي للدور المهدوي من مشكلة في ذلك؟ هل يوجد مانع بيولوجي بحيث أن الذي يموت لا يعود؟ هذا المانع ما لا وجود هل يوجد تم تمانع قرآني أو عقائدي على أن الذي يموت لا يرجع؟ وهذا قصة الذي أماته الله مئة عام مو بس هو أرجع حتى الحمار مالته أرجعه حقيقة هنا تلاحظ أن القوم يتناقضون في قضايا هم يؤمنون بها تماما لكن ينقضونها طالما أنها تصل إلى أئمة الهدى صلوات الله وسلام عليكم سأضرب لك مثالا القوم يؤمنون أن الدجال هو صائد ابن الصيد يسمونه صائد ابن الصيد أو عبد الله ابن الصيد في كتبهم في تاريخ البخاري في صحيح مسلم يشيرون إلى هذا الأمر هذا الرجل إيش وقت يأتي الدجال؟ هو واضح جدا أنه يعتبرون الدجال هو من شرائط القيامة من شرائط علامات الساعة يعني يأتي في آخر الزمن طيب إذا شفنا أنه هذا الرجل في زور الرسول الأعظم وويا عمر بن الخطاب كما يشير إلى ذلك مسلم في صحيحه وكتبهم مسند أحمد بن حنبل وغير مسند أحمد بن حنبل يشيرون إلى هذه القضية تحديدا الدجال اللي هو عدو الله يبقى يستمر بالمعيشة من شوقت ولدها ما يقولون بس في زمن رسول الله كان واعي وكان راشد وينطق معهم ويتكلم معهم بعد ذلك شنو اللي يصير؟ الإمام المهدي ما يصير يعيش كل هذه الفترة طيب هذا الدجال عمره أطول على أقل التقادير من الإمام المهدي على أقل التقادير فاتقرنين من الزمن أو ثلاثة قرون ما معنى؟ هذا ما يعيش وما يصير يعيش وقرابة وما إلى ذلك وذاك عايش وزاروه وقرروا على قوله واعترب بقوله وما إلى ذلك حديث الجساسة اللي يشتهر عندهم وأنه هذا من علائهم شراءة الساعة وما إلى ذلك أيضا يشير إلى عمر مستمع يعني قبل رسول الله صلى الله عليه وآله ويبقى إلى آخر الزمان بينما ولي الله ما يصير معنا القرآن الكريم يتحدث عن نوح عليه السلام بعمر طويل لحد الآن هو أطول من عمر الإمام المهدي روحي وارواح العالمين له الفتاة هذا التناقض يجب على أخواننا الذين يبحثون عن الحقيقة عليهم أن يلتفتوا إلى طبيعة هذه المقولة يرفضها في الوقت الذي هو يؤمن بها تماما ويروج له بس ما يهمنا في حديث اليوم حينما يشار إلى أن هذه الأرض سوف يرثها الذين استضعفوا وهذه الوراثة مبنية على قضيتين أساسيتين القضية الأولى أن الذين استضعفوا يتمكنون من اقتدار من شأنه أن يرد على الذي استضعفهم وإلا أن يحصلون على هذه الأرض من من يستردونها أو يرثونها من 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 الذي استضعفهم من الذي طالهم من الذي سلبهم قدرتهم وما إلى ذلك والأمر الثاني أن الذي استضعفهم يصل إلى درجة من الضعف الذي يتعاكس مع درجة القوة التي يصل إليها المستضعفين وبالنتيجة سوف تأولي الأمور وتدور الدائرة على الذين استضعفوا لصالح الذين استضعفوا بناء على هذه المعادلة تعالوا لنتلمس في عالمنا المعاصر ما هو الوضع؟ هل أن الذين استضعفوا هم لا زالوا في إطار السيطرة والغلبة المستمرة وتصاعد هذا المقياس أم أن هذا المقياس في انحدار وفي تنازل شيئا فشيئا وعلى العكس هل أن الذين استضعفوا المستضعفين هل أن لهم سطوة تنامى اقتدار يتنامى هل أنهم يسلبون قدرة الطرف الآخر شيئا فشيئا أم أنهم لا زالوا بعيدين عن هذه الأمور أنا أعتقد خلال هذه الفترة يمكن أن نستعين بأمثلة واقعية لنتبين طبيعة مسارات التأريخ البشري في من خلال هذه اللمحات للأحداث التي نعايشها في هذا اليوم بعد الحرب العالمية الثانية اتجهت أمريكا وحلفائها إلى إيجاد معادلات دولية لضبط الأداء الدولي حتى بحجتهم حتى لا يمكن العودة إلى حرب عالمية جديدة ابتدعوا منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي منظمة العدل الدولية منظمة العفو الدولي منظمة حقوق الإنسان منظمات كثيرة جدا اتفاقيات كثيرة جدا نظموا فيها العلاقات ما بين هذه الدول كي لا يصبح ماذا كي لا تعود الدول إلى حالة الاحتراب من جديد قبل أقل من سغيعة محكمة العدل الدولية أصدرت حكمها الأولي فيما يتعلق بشكوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الزائل للصهاينا المقياس هنا حتى نعرفه حتى نعرفه الهدف من هذا الحديث المقياس هل أن الدول ستحترم قرار محكمة العدل الدولية أم أنها سوف تستهين بها هذا ليش نسألي السؤال إذا كانت رغبتهم في عدم العودة إلى الحروب إذن يجب أن تقوى هذه المحكمة يجب أن تصان تحترام لأنها أحد النواظم الأساسية في حفظ العلاقات الدولية أم أنهم سيتخلون عن ذلك عند ذلك سيطاح بواحدة من الآليات التي أمسك بها العالم خلال هذه الفترة المقياس بسيط جدا طالما أنه الأمم المتحدة كانت أحد وسائل ضبط العلاقات الدولية مجلس الأمن الدولي أحد نواظم العلاقات الدولية هذه أيضا مثلها المقياس هنا نقول أن هذه النواظم هل أنها لا زالت ناظمة بشكل جاد أم أنها ألعوبة بيد هذه القدرة أو بيد تلك القدرة وبالنتيجة سيكون الأمر محكوم عليه بأن هذا العالم متجه إلى حرب طاحن والحرب الطاحنة التي نتحدث عنها لا شك ولا ريب تشير بداهة إلى أن عالم الاستضعاف يحكم على نفسه بالانهيار والاندثار شيئا فشيئا نوز طال العهد أو قرب لكن هذه مسيرة من قام على شيء وعمل على انهيار ما قام به عند ذلك نحكم عليه بأنه سوف يسقط باعتبار أنه أسقط الأسس التي يقوم عليها خلال هذه الفترة ابتداء من روح بعيد ابتداء من أزمة أوكرانيا إلى يومنا هذا كم من المعاهدات والاتفاقات والمنظمات الأساسية الدولية قد أطيح بها أو قد عمل على إضعافها إلى درجة ما عاد لها الاعتبار الكافي لكي تلعب دور النظم في العلاقات الدولية شنو اللي رح نوصل إلى خلال هذه الفترة استخدمت أمريكا هذه المنظمات وهذه النواظم استخدمتها بعنوانها أحد بدائل القوة الناعمة تذكرون حديثنا عن القوة الناعمة نحن قلنا الاستكبار بيدة ثلاثة قوات القوة الأولى هي قوة الحرب العقلية الاستيلاء على عقول الناس وتغيير آراءهم وتوجيههم بالطريقة التي يكونونهم أدوات القوة لدى العدو هو ما يجي جندي واحد لكن هؤلاء يحولهم إلى قطيع يعملون لخدمته ولإسقاط ما يريد هو إسقاطه أو لإقامة ما يريد هو إقامته وقد رأيناها كثيرا نسميها بالحرب الناعمة لكن القوة الناعمة هذه القوة لا سلاحة لا يوجد فيها أسلحة ولكن لديها هيبة القوانين هيبة التشريعات لديها هيبة العلاقات الدبلوماسية بحيث الدول ما تقدر تخالفها هنا يمكن لأمريكا وغيرها أن يلعبون على وتر منظمة العفو الدولية منظمة حقوق الإنسان كل هذه القصص اللي يسمون من جملة المحكمة الدولية قبل كانوا يهددون بالمحكمة الدولية يهددون بمحكمة لاهاي أو ما إلى ذلك تسمعون من هذا الحديث طوال كل هذه السنين أما إذا ما أطيح بهذه ماذا يعني يعني أنهم أطاحوا بواحدة من وسائل الضبط لقوتهم الناعمة اليوم أحنا عدنا حديث ويا الأمريكان في شأن انسحابهم أو عدم انسحابهم التهديد اللي كان موجه مو أنه راح نجيب أسلحتنا ونقاتل وما إلى ذلك وإنما عدتكم مشكلة الدولار شرون تحلوها عدتكم المشكلة هذه أدوات الحرب أدوات القوة الناعمة يريد يستخدمها بهذا العنوان أنا أجبرك على الشيء لأنه أنت محتاجني بقضية هذا قضية ما أنطيك إياها الآن مشكلتنا ويا تركيا تركيا تستبيح السيادة العراقية على شنو ما يقدرون يحاجون هذا السبب لأنه دجلة والفرات بدين تركيا ويمكن لهم أن يقطعون في الوقت اللي يريدون سدودهم ضغط هذا هذا ضغط ما بيسلاح يعني تركيا الآن تتحدث بشكل واضح طونا نفط طونا فلوس في مقابل الماء واحدة بواحدة صارت القضية بهذه الطريقة ولا تستغربون أن العراق يشتري الماء شيئا فشيئا بالتدريج راح يشوفون أكو أسعار للماء اللي يجي إلى العراق لكن الغرض هنا إذا ما تم إسقاط آليات القوة الناعمة شون اللي راح يبقى الحرب الناعمة راح تفتضح الآن أمريكا بعد ما عدها قدرة كافية في أن تقنع العالم بقصة الحرية والديمقراطية والحقوق الإنسان لأنه أحداث غزة مزقت هذا الأمر بشكل واضح وصريح نعم بعد الشعوب بعده تستغفل بعده تخدع ما إلى ذلك هنا يجي دور الذين استضعفوا لكن القدر المتيقن أن الذي استضعف بدأ يتخلى عن أسلحته السبب وين السبب أنه ألجي إلى معادلات نتيجة لضغط الذين استضعفوا اضطره إلى أن يتخلى عن القوة الثانية اللي هي القوة الناعمة بقى عنده قوة الحر قوة السلاح وقوة القهر العسكري وما إلى ذلك اليوم نريد باوع المعادل اللي موجودة فعلا ولو أخذنا نبذى عن اليمن وما تفعله اليمن دولة لم يكن يشار لها بالبنان في الأحداث ما أقول الكبرى في الأحداث العادية كانت تقصى في قتل أولادهم يقتلون أطفالهم نساؤهم أسواقهم ولا كأن شيئا قد حصل مهملين يعني دولة مهملة من قبل العالم وتحارب بماذا تحارب بنفس الأسلحة الأمريكية والفرنسية والبريطانية هس قبل كان هذه الأسلحة تحمل عالم الإمارات وعالم السعودية اليوم رجعت بريطانيا وفرنسا بريطانيا وأمريكا وربما فرنسا تتورط في هذا الأمر في أن يستخدمون أسلحتهم بشكل مباشر هل يا ترى هذه الأسلحة تختلف عن تلك الأسلحة التي سقطت أو لا الفقير الفقير يمكن يمكن إذا ما شفنا أن اليمنين باستضعافهم تمكنوا من مغافلة قوى سريرة قاسية غادرة قوية جدا بمالها وبعتادها وبأسلحتها كالسعودية والإمارات وتمرغ آنافهم بحيث هم من يأتي لطلب السلام وما إلى ذلك وشفناهم الآن هذه المعركة يفترض التي تجري يفترض أن السعودية والإمارات يهلهلون لها ويرقصون ولكنهم قالوا لا نتدخل لا نتدخل مقربة إلى الله ولا حبا بالسلام ولكن لأنهم أدبوا في مستنقع اليمن لذلك لن يعاودوا مرة أخرى في أن يفضوا وأنا لا أشك أن الطيران الأمريكي الطيران البريطاني لن يمول إلا من خلال هذه الدول هؤلاء هم يمولون لكنهم لا يريدون أن يتورطوا بشكل مباشر هذا شنو معناه معناه أن معايير القوة بدأت تختلف وعلينا أن ننظر بشكل جدي على المستوى الذي يريد يباوع للقضايا بشكل استراتيجي بعيد المدى عليه أن ينظر إلى هذه الأمور بمحتواها الحقيقي اليوم وصلنا إلى أن أمريكا ترسل برسالة إلى وزارة الخارجية العراقية تنبئها بطبيعة جدول لإجراءات انسحاب التحالف الدولي والانتهام من التحالف الدولي خلي على بالك الحديث عن التحالف الدولي لا يعني الحديث عن أمريكا بالذات التحالف الدولي أمريكا شريك به لكن مع ذلك هي تريد اتفاقية مع العراق بشكل ثنائي أصل أنها تريد اتفاقية وقبل ذلك كانت هي المحتلة يشير إلى تفاوت كبير ما بين نقطة الاحتلال وما بين طلب المحتل أن يعود ليأخذ حصة مما كانت له قبل ذلك بشكل كامل تلتفتون؟ يعني هم يجوي بغطرسة عالية جدا تذكرون جنودهم محصنين أي جريمة يسوها ما حد يحاسبهم لكن اليوم وين وصلت بهم ووصلت إلى أن يقدمهم بطلب إلى الحكومة العراقية يا ابا تعالوا خلينا تفاهم إشلون ينسح بالتحالف الدولي التحالف الدولي قرار من؟ قرار أمريكا وأنا أشير إلى قضية أعتقد ضروري أن تكرر على الأذهان أمريكا حينما هجمت هجم وحوش داعش أمريكا لم تقبل أن تساعد العراق بطلقة واحدة مع أن العراق كان منطي أموالها يطلقت الأم سيكستين اللي هي اللي سلحوا بها الجيش العراقي وفرح من فرح أنه صار عندنا سلاح أفضل من وما إلى ذلك وقع بقصة أن الأم سيكستين ذخيرتها بيد من بيد الأمريكي وما صارت معركة داعش قالوا إحنا ما نتدخل لنزود طائرات الأف 16 المدفعية المدرعات وما إلى ذلك كلها اللي طفل بقت واقف شو كنت تدخلهم الحجة شنو روح تفهموا وياهم دول عدهم مشكلة وياكم روح تفهموا نحن طرف محايد ما ندخل هاي شغلة مكونات وعدكم مشكلة وياهل السنة روحوا حلوه لكن الحقيقة شنو كان وداعش ترامب اعترف أنه هم اللي صنعوها ما أجوي الأمريكين لكي يقدموا المساعدة إلا بعد أن أحسوا أن جرف الصخر طارت في معركة يعني في منتصف معركة جرف الصخر في ذاك الوقت تحسوا أن الأمور راحت من يديهم أجوي يابا احنا مستعدين الآن أن نقدم مساعدة وما إلى ذلك ذاك الوقت تسأل الحكومة مات شنو الظرف اللي أدى بها إلى أنه تقبل تعال وسووا كتاب اللي هو بعد ذلك هذا الكتاب اللي أدى بعد ذلك إلى إيجاد التحالف الدولي وبقاء الأمريكيين متحججين بأنه عدنا كتاب من الحكومة العراقية يبقينا في أو يطلب منا التواجد في العراق لحد اليوم يتحدثون أنه إذا انسحبنا احنا ترى داعش راح تيجي اللي يتصور أنه هذا الحديث حديث دبلوماسية ومعلومات وما إلى ذلك يتمتع بغباء متميز أما اللي يفتهم أنه هذه لغة التهديد هذه لغة التهديد احنا اعتادين عليها داعش وغير داعش أصبح جلدنا مدبغ وأصبحنا نعرف كيف يمكن لنا أن نرد بعد ما عادت القضية مثل ما كانت قبل جيب الحزب الفلاني يخلي يسوي له تظاهر وما إلى ذلك ونرجع نسوي الحكومات بالطريقة اللي احنا نريد ما انتهت هاي القصر الآن صرنا في عالم استعداداتنا وقوانا وما شاء الله عندنا قدرة كافية بحيث أن أمريكا تجبر على أن تتعامل بناء على المنطق اللي يظهر أن غطرستهم أصبحت أقل بكثير نعم لديهم أسلحة مدمرة لديهم قدرة على القتل والوحشية شبيرة جدا ولكن القدر المتيقن أنهم عاجزين عن الاستمرار بهذه القضية والصورة الآن أصبحت واضحة نفس الأمر تشوفها في أوكرانيا أوكرانيا أمريكا تحدثت أنها عندها معركة وجودية ويلروس لكن دفعوا وحدها انشغلوا بمعركة في البحر الأحمر لا على بالهم لا على خاطرهم ما كانوا يتوقعون وليفوتني أن يعني أن أشير إلى أنه أرادوا أن يأمنون البحر الأحمر وإذا بيهم يزيدون الطيم بلة ويتحور البحر الأحمر إلى لافتات مرفوعة هذا اللي يصيح والله والعباس ترى ما عندنا شغل ويا إسرائيل وذاك اللي يطلب من السفن مالته أطلعوا من البحر الأحمر وروح افتروا على رأس الرجاء الصالح وما أنا هذه كلها يجب أن تحسب بشكل دقيق جدا راح تصلون إلى هذه المعادلة لما تنظر إلى الآية ونريد أن نمنع على الذين استضعفوا راح تعرف الحراك اللي موجود في هذا المن شن طبيعته المن هنا الله سبحانه وتعالى أودع في حركة التاريخ السنن هذه السنن الباطل يأكل نفسه بنفسه وهذه من جملة سياسات المن والمكر الإلهي والمستضعف يحمل قوته معه بمجرد أنه يتحول إلى طريق الاستضعاط إذا ما عمل كم من فئة قليلة غلبت ماذا فئة كثيرة بإذن الله لذلك أنا أعتقد أن الأمور التي تجري اليوم يجب أن ننظر إليها من خلال هذه الأبعاد العالم الاستكباري يتآكل نتيجة لطبيعة ظلمه وإحتياجات ظلمة ظلمة لأنه لا يعتمد معايير ثابتة يعتمد حركة المصلحة أين لذلك مرّ ب هذا الاتجاه مرّ ب ذاك الاتجاه بس هذا الانتقال بين المعايير شي يصير يصير إلى أنه يضعف شيئا فشيئا ويتآكل شيئا فشيئا وبالنتيجة يفقد قواه بالتدريج وهذا الشيء اللي جاء نشوفه حقيقة أقدر أقول أنه من آيات الله جل وعلا لأنه لحد قبل ربما قبل عشر سنين ما حد يتأمل أن أمريكا يطاح بها بهذه الطريقة أو أن الصهاينة يطاح بهم بهذه الطريقة أو أن الغرب يطاح به بهذه الطريقة اليوم بعد هي على أولها الأسعار جقدر تفعت حركة السفن شلو اللي صار بها الشحن بها طريقة الاقتصاديات شلو راح تتأثر هذا كله لواحق يجب أن تحسب وبالنتيجة كله راح يأثر على طبيعة التساؤل اللي موجود هل أنهم يستطيعون احتلال العالم جما كانوا محتلين في السابق؟ لا لا المثال بسيط جدا هذه جنوب أثريقيا كانوا يسيطرون عليها بشكل كامل ونظام الأبارتايد اللي هو نظام القصد العنصري كان قد قرروه لها لكن اليوم شنو جايسوا بهم جنوب أثريقيا حقيقة شرف كبير لجنوب أثريقيا أن تتصدى لمحاكمة الخادمة الرئيسية والقاعدة الرئيسية للاستكبار في العالم مهما كانت النتيجة أنا لا أستغرب أن نتيجة محكمة العدل الدولية لم تأتي بأشياء كثيرة يعني متوهم كان يتصور أنه ستقرر كذا وستقرر كذا هذا ما إله ولكن كنت أتمنى لو أنها قررت راح نشوف حقيقة مصداقية الصهاين والأمريكيين في احترام القرارات الدولية ستجدونها صفر لكن مع كل ذلك الآن الشيء اللي صار أنها وضعت أمام هؤلاء كوابح قيود مطبات إذا ما خالفوها سيكون في نفع الفلسطينيين وإذا ما نفذوها سيكون في نفع الفلسطينيين القضية الفلسطينية هي التي انتصرت على رغم أن الناتج اللي موجود ليس حاسما في محكمة العدل الدولي أنطوا مهلة لمدة شهر على إسرائيل أن تقدم كذا وكذا وما إلى ذلك لكن مهما تكون النتيجة اللي يصير الواقع هذه النتيجة ستكون ربحا للذين استضعفوا وخسارة عند الذين استضعفوا في هذا المجال الثاني اللي هو حركة الأمم المستضعفة باتجاه التخلص من حالة الاستضعاف ومن حالة الظلم والاستعباد اللي مصلط من قبل الآخرين طبعا ما عندنا الشك اليوم عندنا أمثولة مهمة جدا إيران العراق سوريا لبنان وفلسطين بالإضافة إلى اليمن محور تقابل العالم محور أساسي يقابل كل هذا العالم المستكبر وعقدة هذا العالم المستكبر عقدت مع هذه الدول هذه الدول شنو إذا ترجعون إلى الخريطة المكانية لعلامات الظهور وين تشوفوها في هذه الدول في هذه المنطقة تحديدا هذا معناها شنو ألي الأمور تتدحرج بالاتجاه السلبي أم تتجه بالاتجاه الإيجابي المتصاعد قبل لا يتوسل بإيران قبل إيران تغصب على أفعال الآن يتوسلون بالصين الأمريكيين يتوسلون بالصين حتى تتوسط عد إيران حتى إيران تضغط على اليمنين وحتى هذا الفقير الحافي يوقف أسلحته من أن يتصدى للبوارج الأمريكية والمدمرات الأمريكية أي ذلة وأي استهانة وصل الأمر بهؤلاء إليه وأي قوة وأي عزة وأي منعة وصلت عند المستضعفين هذا الأمر يجب أن نراه أيضا في الشق الثاني من قوله تعالى ونريد أن نمنا على الذين استضعفوا إذن فعل المن الإلهي متركب من قضيتين أساسيتين القضية الأولى أن الاستكبار مهما عتاه له نقاط ضعفه التي يجب أن ترصد وتحصد ويتم التخلص منه وإن لم يتم التخلص منها هو بنفسه سوف يقضي عليها أو يضعفها إلى الدرجة الكبيرة هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن الذي يريد هذه القضية عليه أن يبادر ونريد أن الحمد لله عدنا وعد إلهي عم الوعد الإلهي موجود منذ البداية لكن أنت وثائك بهذا الوعد شنو أنت مسؤولي تكتجى هذا الوعد ماذا بأي طريقة الآن قدامنا هذه الرواية التي يتفق عليها أهل السنة وأهل الشيعة هم يقولون أمام الدجال ونحن نقول أمام قيام الإمام صلوات الله وسلامه عليه سنين خدع يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ولا يقرب إلا الماحل الماحل المكار بذلك الوقت هذه السنين نحن نعترف نقول نحن فعلا أمام هذه السنين نشوف الكاذب يصدق لكن هنا المستضعف واجبه تجاه من يكذب من الصادقين ماذا الطرف الآخر هو الذي يكذب الصادق لكن واجب المستضعف أن يخذ صديقه وصادقه أم أنه يحميه ويدافع عنه ويثبت للظلم أن عملهم من أجل تكذيب الصادق عمل لا يمكن أن يمر بسهولة ماذا بشأن أن الأمين يخون والخائن هو الذي يؤتمن هنا نفس المعادلة هناك دور على المستضعف أن يلعبه وإلا تستمر القضية وشوف التلومور وين توصل في نفس استعبير الرواية أنه صاحب الروايبضة هو الذي يتمكن في هذه السنين القد من صاحب الروايبضة الإنسان التاف الإنسان الذي لا شأن له وإذا بالأخير يصعده يصير هذا رئيس وزراء وذلك رئيس جمهورية وهذا الحاكم الفلاني والمحافظ الفلاني والقائد الفلاني وهو لا يسوى بمنطق القيم وبمنطق المسؤولية ما يسوى للشيء لكن هو السنين الخدّاع هذه السنين الخدّاع ليست قدرا إجباريا لكن حينما يتنص للمؤمن من واجباته حينما يتنص للمستضعف من أداء مسؤولياته عند ذلك لا تستغلوا من هذا الأمر أما إذا تصد المؤمن سلفا المستضعف المنتظر تصدوا سلفا وجهزوا أنفسهم في ساحات التصدي عند ذلك لن تبقى السنين الخدّاعا السنين الخدّاعا الآن صناعة الكذب صناعة عالمية ما يعبر عنا بالكيك نيوز أصبح صناعة رائجة محبوبة لها مشاهيرها ما تعبرون عنه بالبلوغرات أو أمثال هؤلاء أصبح هنا مهمة المتدّين في قبال الفيك نيوز شي صير في قبال الأخبار المزيفة ماذا عليه أن يتجه لفضحها وعليه أن ينشر الأخبار الحقيقية الأخبار الحقيقية مو خبر يتم تداولة في الجلسة الفلانية أو الاجتماع الفلاني وإنما إيجاد البصيرة في ذهن الآخرين أننا نهزم الآخر أن المستضعف الآن له قوة له قدر عليه أن يستغلها عليه أن يفرح بها علينا أن نحميه علينا أن نعاضده وما إلى ذلك وبالمقابل حينما يتصدى المستكبر إلى إشاعة الكذب إشاعة الفجور إشاعة الأعمال التي من شأنها أن توهن الوحدة الاجتماعية والأمن الاجتماعي والعب الاجتماعي والتماسك الاجتماعي في ذلك الوقت حينما نتصدى لها ماذا تكون الأخبار المزيفة ما لا قيمة الأخبار المزيفة دوما كانت في التأريف لكن الأمة الواعية رفضت هذا الأمر أما الأمة التي تتخاذل والتي قد تغفل عن أداء مسؤولياتها في ذلك الوقت تصاب بمقتل وإلا تعبير الله جل وعلا في قرآنه إن جاءكم فاسق بنبا فاسق بنبا من هو وهذا الكذب اللي رو سوف يسيد في الصنين القداعة سوف يكون صاحب سطوة وصاحب قول يسمع له ويلتمس منه مع أنه كذا وأستطيع أن أقول لعله لم يمر بالتأريف عصر تم تمجيد الكاذب مثل ما يتم الآن وإلا قبل حتى عصور الجاهلية من يوصم بالكذب كان يستحي كان يخجل كان يعتبر عار عليه أما اليوم من ذلك اللي يسموهم مشاهير ما شوفهم اعتز أنه الحمد لله الله رزقني رزق يا بل شنو شغلت أنا كذاب أنا أفبرك القضايا أنا أهول الأمور أنا أعطي للناس دفق من اليأس دفق من العبث أنا أقتل الأمل لديهم بأي طريقة كذا لعله خلال هذه الأيام أعتقد يعني المنظر الرائع حقيقة لأول مرة أرى منظرا يبكي ويخجل ويفرح في نفس الوقت أنا بالنسبة لما نظرت إليه واقعا شعرت بالخجل الشديد جدا وانبهرت بشدة وفي نفس الوقت أبكاني هذا الطفل الذي كان في حالة التخدير وكان يتحدث مع الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين لهم الفضاء لا أعتبر هذه القضية قضية فردية بس الحديث مرة عن هذا الطفل الله يحفظه ويسترع له حديث تمجيد بوالدته بوالده اللي خلوه يعيش في لاوعية هذا الخطاب العاقل الواعي والمتقدم جدا في طبيعتي الرغبة بالإمام ونصرة الإمام وهو من يخاطبه يقول له يقول له قول شتريت أنا حاضر هذه مو كلمات طفولة هذه كلمات وعية تنامى في داخل الأم حقيقة هذا الطفل أمثول للشيء يجري في واقعنا ما وصل إلى هذا الوعي من دون أن تكون أكو عوامل مساعدة إلى أو أوصلت إلى هذا الأمر للتربية لا شك ولا ريب لكن أيضا للأوساط الاجتماعية لها دورها المهم جدا وهذا اللي خجلني أنه إحنا جد أسهمنا في إيجاد هذه الأوساط اللي تنشئ مثل هذا الطفل إيجاد يرادلنا من الشغل والإندفاع لإبلاغ الناس حديث الإمام صلوات الله وسلامه عليه أخذ بمنتهى براءة هذا الطفل وشوف عشقة للإمام شنو عشقة للحسين عشقة للأداء المسؤولية ونواصل وهذا الأمر إحنا شفناه في قضية الأربعين لكن أن يوصل إلى حالة اللاوعي تدرون حالة الخدر حالة التقدير والإنسان بعد يتكلم بدواخلة لا أحد معلمه سبحان الله هو من يتحدث بليغ في حديثه مو إنسان عادي وكأنه ما دره إذا كان المشهد حقيقي أو مستعار في أنه كان يخاطب واحد قدامه كأنه واللي قدامه أيضا مطالبة بنص ويقول له أنا قرأت هذا النص وهو يجيد قراءة هذا النص يعني بعض الخطباء أصلا لا يجيد مثل هذه القراءة وإيا من كان يتحدث هس الأشكال وأرناق يمكن أن أن نتوقع لكن المقابل أكو هذا الوعي في داخل هذا الرجل في داخل هذا الفتا وهو قطعا من الممهدين ومن المحضيين بلقاء الإمام صلى الله وسلم هذا سوف يكون محبوظا في أن يكون جنديا عند الإمام صلى الله وسلم لكن القدر المتيقن يا أخوان الأعزاء إذا نظرت إلى هذا الفيلم وأنا أتمنى على أخواننا أن يلحقون هذا الفيلم بالمحاضرة هذه حتى الآخرين قد يكون لسبب أو لآخر ما مطلعين على هذا الشيء لكن مع كل ذلك إشقد إحنا عملنا بنفس هذه الهمة إشقد حرقتنا على إمامنا بالطريقة اللي جاي يصورها هذا الطفل إشقد يراد أننا نندفع ونتحمس من أجل إحياء ذكر الإمام بأبي وأمي لا شك ولا ريب من شفتو أتوقع كلكم شفتوا الفيلم إشقد تأثرتم هذا التأثر ليبقى مجرد تأثر عاطفي وانتهت القصة باعوا بطريقة أن هذا سبق أنا أنا يشهد الله ويعلم هذا الفتاة سبقني بكثير وقلت لكم أشعر بالخجل وأبكاني يعني هذا الطفل أبكاني بسبب حالة الوعي المتقدم جدا عنده مع أنه لا زال فتيا ولا زال في مختبر العمر لو شعرتم بنفس اللي أنا شعرت به وعرفوا جد يراد في طريقة تحقيق المنة الإلهية جد يراد أنه من مسعى لتحويل أنظار الناس إلى الأمل القادم وإلى الفجر القادم اليوم العدو ينشر في أوساط الأمة كل ما من شأنه أن يقتل الأمل أن يحيي يأس شفت خلال أول ما وجهت هذه العجوز الشمطاء رسالتها إلى وزارة الخارجية انطلقت الكتابات أشكال وأرناد تهديد وعيد ورح يجون بجيوش ورح تجل النفاتات والقاذفات وإلى آخرين بعضهم قاموا يخلي تواريخ يوم 24 وعيد رح تنقل بالكائنات وسمهم بعدها بيوم منهم تنقل وإلى آخرين هذا قد قلته وما يدرون أنه كذابين ويدرون رح يجي 24 واحد و24 و24 و23 وكل شيء ما يصير بل حتى لو صار عند ذلك نقول لأمريكي خلي تجرب حقوضها مرة أخرى جتل العراق وقاتلت جيش ولم يكن يريد أن يقاتل أبدا لكن أولاد الملحة لو قيل إليهم تفضلوا اجع عدوكم قدامكم في ذاك الوقت شنة اللي رح يصير عراق مونزه نعم المجرم صدام لعنة الله عليه قتل الإرادة عند الجيش وقتل أي وازع للقتال كانوا يعتبرون الأمريكيين جاي المنقذين مع أنه هم الذين سببوا أنا أقول قلتها سابقا الأمريكي يصنع لك المشكلة ويأتي لك يقول لك الحل لديه هو اللي صنع صدام هو اللي جاب صدام بعد قلق عود يريد يصير بطل أمامي ويقول أنا اللي أسقط صدام لا أنت يجه تريد تبدل عميل بعميل وتصورهم كان مقولتهم أنه نأتي بدكتاتور عادل أقل ظلما وأقل شيطنة من المجرم صدام عميلهم رادوا يستبدلوا ما يدروا جزى الله خيرا هذه المرجعية وهذه القوى وإرادة الجمهور التي لم تسمع لهم استطاعت أن تطيح بكل مخططاتهم ونفس الأمر هذا جاء نشوفه إحنا في كل المكانات في كل الاتجاهات أنا أعتقد مسؤوليتنا يوم على يوم جاءت تعظم يا أخوان خاصة أن الأيام المقبلة ترى بها احتمالات متعددة ما بها احتمال واحد وباتجاه واحد الأمور جاءت تدهور يوميا جاءت تطلع في قصة جديدة وقضية جديدة وربك جاء يحرك الأمور بطريقة ما أرد أسميها الآن ابتداء من تدهور وضع الغرب في أوكرانيا إلى استعدادات ثلندا والسويد إلى الحرب وألمانيا إلى الحرب القادمة وبريطانيا اللي يخاطب وزير خارجها يخاطب الناس تعالوا استعدوا الاحتمالات الحرب بيننا وبين الروس وهذا ما كان يقوله قبل وصولا إلى هذه أفريقيا تتمرد على العالم أفريقيا الآن تحمل وهد جديد لون جديد قصة جديدة وهذا العالم هم انطلق أنا هنا أنا خطابي لأبناء شعوبنا العربية يا أخواننا يا أعزائنا كونوا ما أنتم عليه لكن شنو معنى جنوب أفريقيا توقف قدس صهاينة ودولكم مواقف دولكم دولكم طبعت وبها سفارات وجاية تمون وجاية تدفع وإعلامها ينكل بكل ما يتعلق بإرادة الإرادة الحرة للفلسطينيين ما كتساؤل في داخلكم إلى متى يكون هذا الأمر إلى متى يتم خداعكم لفصلكم عن محور المقاومة أنا دعوتي إلى جميع هؤلاء الأحمر معكم خيار بعد فشل قوى وعاض الصلاة اللي قبل كنت تأخذون دينكم منعتم وتبين هؤلاء عبارة عن أداة طيعة بيت خوانة العرب أنا أدعوكم إلى التفكير مليا في إيجاد نمط من أنماط الوحدة في الموقف العملي ضد الصهين ما رأي دين شيء آخر إذا كان الصهيوني والمتحالفين معه يحاربون في غزة بأسلحتهم وبكل وسائل طغيانهم إن تمكننا من الوصول إليهم نتحد على أن نصل إلى أن نقاتل إلى جنب أخواننا إن لم نتمكن اليوم الحرب الإعلامية حرب شرسة جدا تعالوا لنبادر جميعا في أن يكون للشعوب العربية والإسلامية إعلام موحد لنصرة القضية ول إسقاط إعلام الخوانة لن يكفي أن تنظر إلى العربية إلى سكاي نيوز وإلى بعض القنوات حتى تشعر بالعار هؤلاء ينطقون بالعربية ولكن لو أنهم ينطقون بالعبرية لما زادوا على الصهاينة بشيء أبدا إعلام الإمارات إعلام السعودية مسخر لخدمة الصيوني ولخدمة الأمريكي ماذا لو أن النخبة الواعية العلماء الواعيين الشباب الواعي أحس على مسؤوليته ونهض لإيجاد إعلام متوازن ينصف الحق أمس طفلة رضيعة عمرها لا يزيد على الخمسة أشهر مات جوع في أمة تمتلك مئات المليارات ويددعون أنهم هم أترموا الشعوب لكن ابن هذه الشعوب طفل رضيح وإذا بي موت من الجوع أي عار بعد واحد يلحق الآن هم أخواننا برد جوع قتل ونوم في العراء وجاية لأمور تتدافع كلها بهذا الاتجاه أنا ما راح أقول لكم وين يا للمسلمين ولا راح أقول لكم من سمع بي يا للمسلمين ولم ينجدهم فهو ليس منهم ما راح أتحدث بهذا المنطق لكن أستدر الأحاسيس التي تعبر عن الانتماء إلى الإنسانية في أوسع عبابها ما رأي من السنية أن يصير شيعي ولا من الشيعة أن يسيد على الآخرين ولا رايدين كلمة واحدة ضد عدو لو تمكن من غزة سوف يسحف على كل المناطق ولا شك ولا رأي ويجب أن يقال إلى هنا وانتهت القص يجب العودة إلى المربعات السابقة الأمر الآخر يا أعزان إذا ما تقدرون حتى على هذا الإعلام أنت كلكم قادرين من اللي ما يقدر يكتب بالفيس من اللي ما يقدر يكتب بتويتر من اللي ما يقدر يكتب في الأنستجرام في السناب شوت أو ما إلى ذلك كل هذه المنصات كلكم قادرين وكلكم تحسون بأهمية ما يكتب في هذا المجال وإلا ليش أنتم كثير من وعيكم جاي تأخذوا من هذه المنصات لكن ماذا بشأن المقاطعة مقاطعة ببدأ لما تشوف هاي الحاجة من شركة مؤيدة للصهاينة امتنع منع تروح أخذ من شركة ما مؤيدة الصهاينة جاي يخسرون نتيجة لجهد الغزاويين واللبنانيين واليمنين والعراقين ما شاء الله منا إيلات نسدد ومنا البحر الأحمر جاي ينسدع عليهم ومنا اجدود وما اجدود هم بين مدة ومدة أخواننا جاي يضربون المنطقة هذه خسائر الاقتصاد بالنسبة لهم مهلكة جدا لحد أول أمس وزير الاقتصاد الصيوني يتحدث عن خمسة وستين مليار دولار خلال هذه الأيام صرفوها خمسة وستين مليار دولار ماذا لو أنه اتحد هؤلاء اللي يعبرون عن نهضتهم أو عن نصرتهم أو محبتهم لمستضعفي فلسطين ببدال من هذه الشركة نقاطعها ونقول قاطعنا لأنه هؤلاء يدعمون الصحيانة جيد لطيف منظر هذا الرجل الأمريكي اللي يجيب سيارة مملوئة بالنفايات ويلقيها أمام باب مكدونالد ويخلي العلم فلسطين أمام الأنظار هذه ردة الفعل لو اتحدنا عليها والله سيسقطون والله سوف يشعر الفلسطيني أن مقاومته ذات جدوى وذات أهمية رغم أنه من نعم الله سبحانه وتعالى نرى أناسا في صبرهم يغبطون عليه وفي شجاعتهم في بطولتهم ما من شأنه أن يحمل الآخرين مسؤولية كبيرة تجاه وطنهم وقضاياهم الحساسا أتفي بهذا القدر والحمد لله أولا وآخرا وصلاته وسلامه على رسوله وآله أبدا شهو عظيم خاربر وسلاما وغیز اهم إسفاد وسلاما سلاما روح يا آه يا سلام بالأ وزنت كربل وبلاء ودفن فيك عزيز الزهراء والخيام تحترق والأطفال وراد يا كافل الأيتام قم إلينا يا كافل الأيتام قم إلينا قرأتها مهدي شدري أنا أحبك مهدي نشيعتك 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 كون شدري أبو نشيعتك نشيعتك تشيعتك نشيعتك نشيعتك مهدي قلت مهدي مهدي يا مهدي عجل الله فرجك يا مهدي لتبلع الأرض كما ظلأت فزادا لتبليئا خيرا يا مهدي أذكر يا مهدي أذكر عجل الله فرجك يا مهدي عجل الله فرجك يا مهدي أنا 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 خاطب خاطب لما عبد الله له البعتاني لا تأخذ عفت ابنمسي عفت ابنمسي ما أتأخذ يعني الخاطب لا يعيجي بصير خاطب فلما من دعبت أكيد أبا عبد الله يا أبا عبد الله دعك الله بها سيئاتك فلمت من يأخذ خذبت أعلم ما قصرت ويا يا أبا عبد الله